نروح بقى للعبين هما اللي يدونا بارقة أمل كأسماء أعتقد البطولة دايما الماركتنج والقيمة السوقية بقت حاجة بتشغل أي حد بيتابع كرة القدم وبقى سعر اللاعب شيء مهم جدا وبقت قيمة اللاعب التسوقية شيء مهم جدا عشان كده الكان المراضي طبعا فيه ملاحظتين أولا فيه عندنا سبع منتخبات عربية الأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية مصر تونس الجزائر المغرب والسودان وجزر القمر وموريتانيا عندنا بقى اللاعبين اللي قمتهم التسوقية أعلى خمس لعبين من حيث القيمة التسوقية أيوا محمد صلاح هو رقم واحد كما توقعتم محمد صلاح من منتخب مصر في المرتبة الأولى بمئة مليون يورو وراء سادو مانيه في المرتبة الثانية بتمانيين مليون يورو أشرف حكيمي اللاعب المغربي في المرتبة الثالثة بسبعين مليون يورو ثم عندنا انديدي لاعب ليستر سيتي في المرتبة الرابعة بستين مليون يورو وفرانك كيسي في المرتبة الخمسة بتمانية واربعين مليون يورو من كودفور طبعا دول اللاعبين الأكثر قيمة تسوقية خلال البطولة وأعتقد حيكونوا فرقين جدا على مع كل المنتخبات اللي هشاركوا معنا احنا من المعطيات دي موجود مصر مصر موجودة بمحمد صلاح سنغال موجودة بساديو مانيه وبالتالي فيه كوتف وار وفيه المغرب فبالتالي انت المفترض تكون بالمعطيات دي مع اللاعبين المحترفين حظوظك تكون بشكل كبير جدا في تحقيق البطولة مهم التاريخ طبعا ما بيلعبش ولكن مصر المفترض عندها لعبين حاليا محترفين يقدروا يقضونا للمباراة النهية والفوز بالبطولة ان شاء الله نشوف مباراة منتخب مصر عشان نقولكم بعد كده فكرة التوقعات بقى المصار اللي يمشي فيه منتخب مصر في حالة صدارة المجموعة ان شاء الله أو يعني لقدر الله المركز الثاني أو المركز الثالث فأفضل أربع توالد لكن تعالوا نشوف أولا مواعيد مباراة منتخب مصر في البطولة مصر ونيجيريا المواجهة الأولى 11 يناير 2022 السادسة مساء مصر وغينيا بساو وكابتن غينيا بساو بيتحدى مصر ونيجيريا وبيقول هيكون لنا دور في الصعود والمباراة تكون 15 يناير 2022 التسعة مساء مصر والسودان آخر مباراة هتكون 19 يناير أيضا تسعة مساء وبالتأكيد عندنا احتمالات بقى مواجهة منتخب مصر في حالة الصدارة أو في حالة تحقيق المركز الثاني ده في حالة ان مصر تكون أول مجموعة مصر تكون أول مجموعة فده معناه انها هتلاعب ثالث من أفضل أربع توالد وعندنا ثلاث مجموعات محددين لمواجهة مجموعة دي اللي هي مجموعة مصر المجموعة بيه السنغال زنبابوي غينيا ملاوي الثالث من المجموعة دي ممكن يكون هو مواجه منتخب مصر في حالة الصعود احتمال التاني اللي احتمال التاني هالمجموعة ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الجزائر وكتبوار أول وثاني. والمجموعة بيه. ممكن السنغال. ممكن غينية. ممكن زمبابوي. لسه الأمور مش واضحة. لكن في النهاية صدرتك للمجموعة تحطك أمام تلات احتمالات. التلات احتمالات هم الأفضل أربع توالد في التلات مجموعات دول. بالتأكيد يا فارس. ده هيكون أنسب طريق لمنتخب مصر في البطولة. ده السيناريو الأجمل والأنسب والأروع وكل حاجة تتخيلوها. أننا نتصدر ونقابل من أفضل التالت في المجموعات التلاتة اللي عرضناهم. ولكن ماذا لو مصر لقدر الله طلع التاني المجموعة. ده السيناريو المرعد. وده السيناريو اللي ما نتمناش المواجهات الإقصائية الصعبة تكون مبكرا. يعني هنقابل ساعتها الأول من المجموعة الآتية. المجموعة إيه. اللي فيها مين بقى؟ فيها الجزائر. وكود ديفور وغنية الاستوائية. وسيرة ليون. هنا أنت بتتكلم في أن أنت حتقابل الأول. سواء بنسبة كبيرة حيكون الجزائر في رأيي. أو حيكون كود ديفور. لو الجزائر ما تصدرتش. فأنا بأعتقد أنك لو طلعت التاني. أنت على موعد مع مواجهة مبكرة جدا في دور الستاشر مع الجزائر. لأن البطولة دي يا جماعة بتبدأ بدور الاربع عشرين. ست مجموعات. فاربع فرق باربع عشرين. بيطلع اتنين من كل مجموعة اتناشر. وأفضل أربع توالك في الست مجموعات. متأكد يا فارس. كمان أنت المسار ده ممكن يخليك تروح لسكة أيضا المغرب في الدور بعد الستاشر. دور التمانية. وعندنا احتمال بقى. يعني نتمنى ألا نذهب إليه. وهو احتمال فكرة أنت تالت المجموعة. هنا هتقابل أول من مجموعتين. هيبع عندك احتمالين أول من مجموعتين. المجموعة ايه. والمجموعة بي. المجموعة ايه. هتبقى الكاميرون المنظمة. بوركينا فاسو. أسيوبيا كاب فيردي. المجموعة بي. السنغال زينبابوي غينيا ملاوي. يعني هتكون إما الكاميرون أو إما السنغال. وأعتقد إحنا لا نحب مواجهة الكاميرون أو السنغال أو كوتيبور أو الجزائر في بداية دور ما بعد المجموعة دور الستاشر. نتمنى إن شاء الله نستغل موقف المجموعة. نقدر بإذن الله نحاق فوز على منتخب ناجيريا. ونستغل سلبيات منتخب السودان. ونقدر نتصدر المجموعة. وأنا أواصل في حالة تصدرنا للمجموعة. بإذن الله إن شاء الله منتخب مصر سيذهب بعيدا. رغم كل التخوفات. ولكن دائما وأبدا منتخب مصر بيذهب لبعض البطولات بتخوفات شديدة جدا. وبيحق البطولة. نتمنى تكرار سيناريو 1998. لما كان منتخب مصر محطوط ضمن المركز الثلاثة عشر في الاحتمالات للفوز بالبطولة من أصل 16 منتخب. وقدرنا نرجع بالكاس. لأن كان عندهم الجنرال محمود الجوهر رحمة الله عليه. لما كانوا ياخد شنطة كاس أفريقيا وهو مسافر.